بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد آمين رتبت الكنيسة أن يكون هذا اليوم ثاني أيام عيد الغطاس المجيد وتقام الصلاة فيه بالتقس الفريحي ولا يصام قطاعية بركة مخلصنا الصالح الذي اعتمد لأجلنا فلتشملنا جميعا آمين وتحتفل الكنيسة في هذا اليوم بالتذكار الشهري لرئيس الملائكة الجليل ميخايل رئيس جند الرب الشفيع في جنس البشر شفاعته المقدسة فلتكم معنا آمين وفيه أيضا من سنة 306 ميلادية استشهد القديس تدرس المشرقي ولد هذا القديس سنة 275 ميلادية في مدينة صور بسوريا لذلك يدعى بالمشرقي تمييزا له عن القديس تدرس الشطبي كان والده وزيرا أما هو فكان قائدا للجيش الروماني حاربا ضد الفرس ورأى في رؤيا سلما مرتفعا إلى السماء وعند قمته جلس الرب يسوع المسيح ومعه ملائكته وأسفل السلم رأى تنينا الذي هو الشيطان وقد أبلغه الرب أنه سيسفك دمه مع زميليه لوانديوس السرياني وباني كاروس الفارسي حدث صلح مع الفرس فرجع القديس إلى أنطاكية ووجد أن دقليديانوس كفر بالإيمان وطلب منه أن يبخر للأوثان فرفض وأعلن إيمانه بالسيد المسيح وصاح في جنوده قائلا من أراد الاستشهاد على اسم السيد المسيح فليأتي معي فصاحوا جميعا نحن معك وإلهك هو إلى هنا فغطاز الإمبراطور وأمر الجنود أن يسمره على شجرة وأن يشددوا في عذابه ولكن الرب كان يقويه ويعزيه بعد ذلك سلمه للوالي ليحاكمه ويعذبه ثم أمر بنفيه حيث ظلوا يعذبونه وكان رئيس الملائكة ميخائيل يأتي إليه ليشجعه أخيرا أحرقوه حيا في أيام حكم مكسيميانوس وجاليريوس فنال إكل إلى الشهادة بركة صلواته فلتكم معنا آمين وفيه أيضا من سنة 304 ميلادية استشهد القديس أناطليوس الفارسي ولد هذا القديس في بلاد فارس والتحق بالجيش الروماني وارتقى إلى ردبة قائد وظل فيها خمسة عشر عاما لما كفر ديقليديانوس وأثار الاضطهاد على المسيحيين اشتاق هذا القديس إلى الإكليل السماوي أفضل من مجد هذا العالم الزائل فأتى وخلع ثياب الجندية أمام الإمبراطور وأعلن إيمانه بالسيد المسيح فدهش الملك من جرأته وإذ علم أنه من الفرس لاطفه ثم سلمه إلى الوالي رومانوس لعله يتراجع عن إيمانه ولما عجز رومانوس أعاده إلى الملك الذي أمر بتعذيبه بالضرب والجلد والعصر بالهمبازين وقطعوا لسانه ثم ألقوه للوحوش وكان رب يرسل ملاكه ليشفيه ويقوية ولما ضاقوا من تعذيبه قطعوا رأسه بحد السيف فنال إكليل الشهادة بركة صلواته فلتكم معنا ولربنا المجد دائما أبديا آمين دفنار اليوم الثاني عشر من شهر طوباء المبارك سشاد القديس تدرس المشرقي قد أشرق كوكب من المشرق وأنار كل المسكونة فلمع أولا في الفضائل وفي عبادة ربنا يسوع أعني تدرس المشرقي الشهيد القوي الذي ليسوع المسيح تفسير اسمه في أفواه المعلمين الأفاضل قربانا لله وذبيحة مقبولة تدرس الشجاع أبصر السلم الذي رآه أبونا يعقوب فالمسيح مخلصنا صار سببا للمئة والأربعة والأربعين ألفا حتى استشهدوا وتدرس القوي المشرقي صار سببا لنفوس كثيرة وعددها مائتان وخمسون ربوة صاروا شهداء من قبله تدرس البار وجنوده الشجعان استحقوا العماد بأيدي الملائكة تدرس القوي احتمل أتعابا كثيرة وكان فكره دائما عند يسوع المسيح تدرس المؤمن قبل عذابا عظيما من الملك الكافر ديقليديانوس وأخيرا صلبه على شجرة فصلى وصام إلى منتهى حياته وسلم الروح بيد الرب ومضى إلى الحياة الأبدية في ملكوت السماوات أما جنوده فاعترفوا باسم المسيح أمام الملك ديقليديانوس قائلين ليس لنا ملك إلا يسوع المسيح وليس لنا إله سواه وحده فغضب الملك على هؤلاء الشهداء بحقد عظيم مثل النار وأرسل فقتل جميع القديسين بالسيف وماتوا على اسم المسيح فنزل من السماء نور عظيم وغطى الأرض كلها ثم أكاليل لا يحصى عددها في أيدي الملائكة ألبسوها لهؤلاء الشهداء وعيدوا مع المسيح في ملكوته وصاروا إلى كورة الأحياء في الكنيسة المقدسة التي للأبكار وأكملوا جهاد شهادتهم في اليوم الثاني عشر من شهر طوبة نطلب إليك يا ملكنا المسيح أن تثبتنا في الأمانة الأرثوذكسية وأعطنا نصيبا مع هؤلاء الشهداء بطلبات تدرس المشرقي السلام لتدرس المشرقي المجاهد الحقيقي الذي ليسوع المسيح افرح يا تدرس لأنك رأيت الحية تحت السلم الذي هو الشيطان السلام لتدرس الذي رأى المسيح فوق ذلك السلم السلام لمن استحق أن يتكلم مع المسيح مثل موسى فمن لفم افرح يا من قال له المسيح إلى هنا تقوى واثبت يا شهيد المختار السلام لمن صار سببا صالحا حتى أتى بكثيرين إلى معرفة الحق بصلواته يا رب أنعم لنا بمغثرة خطايانا تعالوا فلنسجد لله بقلب مرهوب ولنمجد شهيده تدرس المشرقي هذا الذي أبصر في رؤياه سلما مرتفعا إلى السماء والمسيح على رأس السلم بمجد لا ينطق به ثم أبصر الحية القديمة وهو الشيطان عدو كل حق مطروحا تحت ذلك السلم وأبصر أيضا ألوف ألوف وربوات من الملائكة يسبحون ابن الله بتسابيح وتراتيل فقال ربنا يسوع المسيح للبار تدرس أتحب أن تصير لي ابنه فقال من أنت يا سيدي فقال له أنا هو يسوع كلمة الآب الذي أتيت إلى العالم لأخلص المنافقين ولابد لك أن تسفك دمك على اسم الطاهر لكي تعد مع الشهداء ثم أن أحد القيام أخذه بأمر الرب وغطسه في بحيرة نار باسم الآب والابن والروح القدس فصار كله كمثل النار شبيها بالملائكة فقام من النوم وتكلم مع كل جنوده قائلا من أراد أن يعيش في هذا الزمان فلينضي إلى حيث يرغب ومن أراد أن يجاهد على اسم المسيح فليلبث معنا اليوم لينال الحياة الأبدية فصرخوا كلهم جميع نحن نموت معك فقال الشهيد تدرس اغطسوا جميعا في النهر باسم الآب والابن والروح القدس لأن هذا هو الإله الحقيقي الخالق كل أحد فصنعوا كلمته وغطسوا ثلاث دفعات فسمعوا صوتا من السماوات يقول لهم تقووا يا شهدائي فإني كائن معكم حتى تنالوا إكلي للشهداء الأطهار أما تدرس وجميع جنده فذهبوا إلى الملك واعترفوا بالمسيح فصلب تدرس البار على شجرة عالية وقتل جنوده جميعا بحد السيف وكان عدد الشهداء الذين نالوا إكليل الشهادة مع القديس تدرس المشرقي مائتين وخمسين ربوة مضوا إلى أماكن النياح اطلبوا من رب عنا ليغفر لنا خطايانا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر